السلام عليكم ورحمة الله إخوان تمنى تكونوا على خير وبخير في هذه الحلقة إن شاء الله ستكون حلقة خاصة لمعرفة الفرق بين القهوة الأرابيكة والقهوة الريبيستا كذلك سوف نعرف المدة المحددة للرحي بعد التحميس إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الإعجاب إذا إخوان كما هو معلوم أن شكل حبة القهوة الأرابيكة يكون مستطيل بعد الشيء ويتوسطه خط أبيض عكس الريبيستا يعني أن تكون دائريات دائريات الشكل ولا يتوسطها أي خط أبيض كذلك يكون مدق قهوة الأرابيكة يكتسي بعض الحموضة عكس قهوة الريبيستا يعني كتكون مدق ديرها مكتف أي قصحة واحد شوية لماذا الحموضة؟ لأن هناك بعض الدول المنتجة للقهوة الأرابيكة تضع الحباس الأرابيكة مباشرة بعد جنيها في براميل مليئة بالحامض والبانان لكي تكتسي نكهة يعني مميزة أيضا فيما يخص الكافيين فقهوة الأرابيكة لا تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين عكس قهوة الريبيستا الريبيستا تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين بالنسبة للزراعة فالقهوات الأرابيكة يكون المستوى الزراعي لها فوق ألف متر على سطح البحر عكس قهوة الريبيستا فهي تكون المستوى الزراعي لها أقل من ألف متر على مستوى البحر بالنسبة للسكريات فالأرابيكة تحتوي على نسبة عالية من السكر عكس الريبيستا فهي تحتوي على كمية أقل من السكريات كذلك بالنسبة لكريمة فالأرابيكة يعني يكون الكريمة ديالها متوسطة عكس الريبيستا فهي يعني تعطي كريمة ميتالية بالنسبة لطبيعة المناطق الزراعية فقهوة الأرابيكة تزرع في مناطق شبه رياحية أو رياحية عكس الريبيستا التي تزرع في مناطق حارة وجافة أيضا بالنسبة للمذاق فالأرابيكة يعني تكون حلوة بعض الشيء عكس الريبيستا تكون مكتفة أيضا إخوان رجعوا للمدة الزمنية للرحي بعد التحميس فقهوة الريبيستا فقهوة الريبيستا يعني ممكن تحميسها أو استعمالها مباشرة بعد 12 ساعة بعد التحميس شريطة أنها تبقى يعني مفتوحة يعني هي رعاقة التي تكون هناك يعني ضرورية تبقى مفتوحة بشكل غاز ديالها يعني كمشي مع الهواء بالنسبة للأرابيكة فالأرابيكة واجب استعمالها أو رحيها بعد 8 أيام من التحميس من 8 أيام إلى 12 أيام حسب نوعية القوى يعني المحمصة أو المستعملة هذا لماذا كانوا يوجدون بعد الزومبراج لأن الشركات يحمصوا قهوة ويتلقوها واحد المدة يعني من بعد ويتلقوها ويتلقوها في الأكياس هذه الأكياس يعني هي القهوة تكون باقة يعني ما استخرجتش ذاك اللي غاز ديالها كي يضطروا أن الشركات يعملوا واحدة سمامات يعني في اللي زوم بالاش كي تفس ذاك القهوة يعني باش ذاك ذاك اللي غاز كي يخرجوا من السمام من السمام ذاك اللي غاز كي لا تظلم يعني بالنسبة للصمام ليس توضع هذه السمام ولكن اللي غاز بالضبط السمام لكي تحيط الماداق وتتحقيق وكترجاع للطبيعة الأصل طبيعي يعني الأصل الطبيعي التي ترجعها كلما كتلت والأربيكا كلما تكترص ليسا مشكلة لأن كلما قرب لأنها لم تستعملت خمسية لأنها تدوغ الماداق التحميس لأنها تقرمي لكي لا نحاول أن نأخذ الماداق الأسطي هذا هو علش القهوة الأرابية لم تتعطي للموس هذا علش أمامك فوق ثمانية مع خصائر تستعمل هذا علش القهوة الأرابية تقرأ منها لم تتعطي للموس بثاف لأنها تقرأ خصائر فوق ثمانية بأمامك فتوحة أو بحذبة تنفس الهواء التي تدخلها لأنها تسمم وكما تضغط على المبالج المبالج يخرج ذلك الريح يعني يخرج منه ذلك الريح يعني ذلك الريح يخرج منه بره يعني تعود نفسه هذا علاج السبب أن القهوة الأرابيكية لم تأتي للمش وهي كما نؤكده مسألة أخرى أن الأرابيكية للمش لها قليلة ولكن تبقى تشد يعني تبقى في الكاس عكس الربوستاء الربوستاء للمش إذا كان الحيرة فيه حيرة فيه معلم أراها تبقى وعندما تعلم أنه كان نقص في هذا سوف تضغط على المبالج بالنسبة للشركات يعملون مبالج جيد هذا المبالج يعني كي تكتسب نكهة مميزة وكذلك يبقى للمش يعني كتبقى القهوة يعني كتبقى في الكاس بالنسبة للستعمال الجميل للقهوة الأرابيكة فهو أجمل والذي يمكن أن تصدقه في المدق وهو في البريق يعني 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 إخوان كنا نكتافي بهذا القدر إن شاء الله وكنتمنى أن الحلقة تكون هناك الإعجاب لا تنسوا تدعمونا باب الاشتراك وباب الضغط على زر الإعجاب وكذلك تجعلونا كومنتر لكي شجعونا للعطاء أكثر شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر